اشتركوا في القناة رفقة فريقي الجديد ريال بيتس الإسباني أسطورة الكورة البرازيلية روبرتو كارلوس يفجر مفاجأة قوية اتجاه المغربي حاكم زياش وليد الرقريقي يغير خطته من أجل حضور مهاجم برشلون الإسباني الجديد مع المنتخب الوضعي المغربي في المباريات بوركي نافاسو ريال بيتروس مدارب المنتخب المغربي يتخذ قرارا هاما اتجاه اللاعبات بعد الهزيم القاسي أمام المنتخب الألماني وقبل مواجهة منتخب كوريا جنوبية كشف التقارير الإخبارية اليوم تلتها أن نحو 5.6 مليون شخص شاهدوا المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الألماني للسيدات عن نظره المنتخب المغربي 6-0 يوم الاثنين الماضي في بداية مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2023 للسيدات المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلاندا ويأتي ذلك رغم إقامة المباراة في وقت غير مألوف للمباراة حسب توقيت ألمانيا حيث أقيمت في الساعة العاشرة والثلاثون دقيقة صباحا بتوقيت ألمانيا وبتوقيت جرنيتش وذكرت قناة زيد إفسي التلفزيون الألمانية أن هذا العدد يشكل 60.4% من إجمالي الحصة السوقية وكذلك سجلت المباراة الثانية أقيمات أمس الثاني نسب مشاهدة عالية في ألمانيا حيث تابعت مباراة برازيل وباناما نحو 2.3 مليون مشاهدة كما تابعت مباراة إيطاليا والأرجنتين التي بدأت في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غير نيتش نحو 1.2 مليون مشاهدة وتجدر الإشارة إلى أن مواعد المباراة كانت من أسباب خلافات بين الجهات البلث والاتحاد دول لكرة القدم الفيفا حول الحقوق الإعلام للبطولة وكان الفيفا يدف للحصول على مبلغ ملي أكبر من العروض من جانب جهات البلث وقد تأخر الاتفاق من جهات البلث الرئيسية في أوروبا في فرنسا وألمانيا إيطاليا وإسبانيا والبريطانيا حيث قبل انطلاق مونديال للسيدات بأسابيعها تدرب المدافع المغربي شادي ريادة لأول مرة مع فارق ريال بيتيس الإسباني بعدما أكدت تقارير الإعلامية انتقال لاعب المغربي إلى النادي الإسباني وحسب ما أشرت إليه صحيفة سبورت لإسبانيا فإن ريادة شارك في الحصة التدريبية لريال بيتيس لتدريباته اليومية لم تلتاء بحضور جميع الموافدين الجدد على الفريق وكان المصدر ذاته قد أكد سابقا أن شادي ريادة سينتقل إلى ريال بيتيس قادما من برشلون على سبيل إعارة لموسم واحد مقابل ثلاثة ملايين يورو أشاد روبرتو كارلوس النجم البرازيلي السابق لمنتخب الصنبا بشدة بالنجم المغربي حكيم زياش وإختاره كأفضل جنح عسر وقد أبدى روبرتو كارلوس إعجابه الكبير باللعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي أيضا حيث وصفه بأنه واحد من أفضل أظهر في تاريخ كرة القدم بناء على الأداء المميز الذي قدمه مع المنتخب بلاده وفريقه الفرنسي ويلف الغموض حول مستقبل النجم المغربي حكيم زياش مع فريق للحالي تشيسي الإجليزي خصوصا مع اقتراب نهاية الميركاة الصيفي ولا بد من تغيير الأجواء للنجم المغربي حكيم زياش أو سيقع في فخ الموسم الماضي الذي مقي على إدره في مقاعد بودلاء وزياش يبحث على فريق أوروبي ويرفض الانتقال إلى فرق عربية بعدما فشدت صفقة انتقاله للنصر السعودية يعتبر اللاعب برشلون إسباني لمن يمال أحد المواهد التي يراهن الاتحاد المغربي على استقطابها في فترة مقبلة نظرا للمراهنة الفنية العالية التي قدمها مع الفريق الكتالوني الأمر الذي جعل مدرب الفريق شافي هرنانديز يضيف به مع الفريق الأول ورغم أن الصاحب ستة عشر سنة لم يحسن بعد قراره بثمثل منتخب بلاده الأصلي علما أنه يلعب حاليا لسفوف منتخب إسبانيا تحت التسعة عشر سنة إلا أن الاتحاد المغربي لكورة القدم يخطط لخطف هذه الموهبة من كتيبة لاروخة وذلك بالاعتماد على والد المنحدر من أصول مغربية وكشف إسبانيا من أجل إقناع يمال بتغيير جنسية ريالية حتى يتمكن من ارتداء قميس منتخب أصول الأطلس في المرحلة المقبلة وأكد موقع العربي الجديد أن اللاعب لامين يمال ربما يتخذ قرار حاسما باللعب للمنتخب المغربي مستقبلا بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه أصول الأطلس في بطولة كأس العالم قطر 2022 وذلك بوصوله إلى الدور النصف النهائي وأيضا انتزاع الأولمبي المغربي بطاقة تأهل إلى أولمبيا باريس 2024 أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية يوم أمس الثلاثاء 25 يوليوز 2023 حصته التدريبية خفيفة لإزالة العياء بعد مباراة التي خاضها يوم الإثنين الماضي أمام المنتخب الألماني برسم الجولة الأولى من المجموعة الثامنة من المنافسات كأس العالم التي تحضرها ملاعب أستراليا واليوريزيلاندا المناصفة ومن جهة أخرى قرار رينالد بيدروس مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية منح لعبات النخبة الوطنية لليوم الأربعاء راح على أن يتسأني فتدريبهما بداية من غدا الخميس تحسبا للمقابلة التي سيجتمعني يوم الأحد المقبل بمنتخب كوريا الجنوبية شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية شكرا على المشاهدة 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 شكرا على المشاهدة